ترأس محافظ القاهرة خالد عبد العالى الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات بديل المناطق غير الأمنة مثل الأصمرات معا أهالينا وروضة السيدة وخاصة أعمال الصيانة والأمن والحفاظ على المساحات الخضراء وتوافر الخدمات المقدمة في هذه المشروعات وخلال الاجتماع شدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة وشركات النظافة بضرورة التأكد من قيام العمال بأعمال الجمع السكني للمخلفات بصورة يومية كما قرر المحافظ خلال الاجتماع تشكيل لجنة لمراجعة البنية الأساسية بصورة دورية لجميع مشروعات الإسكان بديل العشويات وذلك لضمان استمرارية الحفاظ عليه